ايه دكتور اتفضل يا حقيقة انا دلوقتي موصلت الوزنة 62 كيلو مع بلنامج الدين والحياة طيب كويس بسم الله ومشاء الله النهاردة يعني مكلمات تفرح يعني اه حاجات كده ايجابية تمام ودلوقتي باسأل انا عندي بردو وعايز اخد لمون بجنزبيل ينفع ولا ما ينفع فيه سلامتك يعني طيب ايه هو يعني بالنسبة موضوع الزنجبيل يا جماعة يعني انا مش من دكاتر بانصح اوي لو كلم عن موضوع التخسيس محمة ما بكلمش على الزنجبيل ققيمة غزائية طبعا الزنجبيل قزمة غزائية جدا ان هو فكرته بيوسع الشرايين يا جماعة يعني شكايا مهم اوي المشروب الزنجبيل بالنسبة الناس اللي عندهم ضغط الدم اللي عندهم معرضين اوي يكونوا جلطات في الدم بيعمل سيولة في الدم بيوسع الشرايين مهم اوي بالنسبة القصب الهوائية الناس اللي عندهم برد الكلام ده كله بس انا دائما اتجاز اعتراضي على الزنجبيل فهو موضوع التخسيس يعني كتير اوي من الناس ممكن يقولك الزنجبيل يزود معدل حر ويكسر دون اه طبعا كان ده بالصح ده ممكن يجيب لتأسيس سلبي على الميزان اللي بيعمله بشهب الجنزبيل وبياخده بيعمله ضايت اما الققيمة غزائية مش عايز اقلل من امتو بالنسبة للناس اللي عندهم ضغط عالي عندهم معرضين لجلطات مهم اوي للشعب الهوائية مهم اوي الحنجرة مفيش منه مشكلة بس ممكن يباليه تأسيس سلبي على الميزان اسنان مزولة الضايت فانتي انتي عندك بعد الاسبوع ده مفيش مشكلة ممكن الضايت يتأثر سنة بس عشان تقومي بالسلامة معايا فممكن تشربه لحد بس وتكملي بعد كده بخير من الاسبوع اللي بعده وتكملي مسيط الضايت على خير بإذن الله